ليست تصميم الفريد أو الحجم الضخم ما ميز هذه الطائرة عن غيرها وإنما نوع الوقود المستخدم الرحلة هذه كانت أول رحلة لطائرة تجارية طورتها شركة تدعى زيرو آفيا واستخدم فيها وقود الهيدروجين الذي يعول عليه البعض في أن يصبح بديلا فعالا لخفض انبعاثات قطاع الطيران في هذا الجانب يبدو الهيدروجين مثاليا فسواء استخدم في خلايا الوقود أو محركات الاحتراق الداخلي لا ينتج عن احتراقه أي انبعاثات كربونية ضارة وإنما بخار الماء فقط كما يمكن استخدام الهيدروجين لإنشاء وقودا اصطناعيا مستدام من خلال دمجه مع الكربون الذي يتم التقاطه من الهواء إيرباس من الشركات التي تراهن أيضا على مستقبل هذا الوقود الشركة كانت قد كشفت في وقت سابق عن ثلاثة نماذج لطائرات تعمل بالهيدروجين وتتوقع أن تكون هذه النماذج جاهزة للاستخدام بحلول عام 2035 لكن إلى حد الآن لم يقنع هذا التوجه جميع الأطراف في قطاع الطيران فاستخدام الهيدروجين كوقودا للطائرات يتطلب تحويله إلى سائل كثافته تعادل ربع كثافة الوقود التقليدي تقريبا أي أن الطائرات ستحتاج لكميات من الهيدروجين تعادل أربعة أضعف الوقود التقليدي وفي هذه الحالة ستحتاج الطائرات لخزانات خاصة تشغل مساحة كبيرة من الطائرة مما قد يضطر معه مصممها إلى الاستغناء عن بعض المقاعد أو تصميم طائرات أكبر حجما وفي كل الحالتين يبدو الأمر معقدا ومكلفا هذا بالإضافة إلى أن سعر الهيدروجين في الوقت الراهن يفوق أسعار وقود الطائرات التقليدي بأضعاف العقبة الأخرى تتمثل بغياب البنى التحتية في الوقت الراهن لا توجد خطوط أنابيب أو منشآت قائمة في المطارات لاستخدام الهيدروجين وبالتالي قد يتطلب الأمر دعما من الحكومات والجهات الفاعلة لجعل الهيدروجين وقودا فعالا لقطاع الطيران اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر